حسن يسعدني طبعا المشاركة في هذا اللقاء التفاكري المهم ومرة تاني بشكر دكتور أحمد عطونة في رؤية وحسن كما أشكر الدكتور محمد عفان والأستاذ وضح خنفر في مركز الشرق يعني يعرج بسرعة على النقاط الأثارها حسن في البداية عن أهمية المشروع يعني خليني أقول المبادرة لأنني بحبش كلمة مشروع لأنه مرتبطة بالانجوائزيشن ولكن المبادرة بحد ذاتها مهمة جدا ليش مهمة؟ مهمة لأنها أولا أتاحت المجال لعملية التفاكر اللي أول مرة بالنسبة لي على الأقل بشوف ناس يعني على نفس المستوى من الهموم والمشاغل من الداخل الفلسطيني من قطاع غزة من القدس من الضفة الغربية ومن الشتات يعني إما إلهم كتابات أو إلهم تجارب على الأرض هذه الفرصة لا تتاح لنا للأسف الشديد في معظم الدول العربية بمعنى أنه لا تتاح لنا في مصر مثلا أو حتى في دول قريبة حولنا في دولة في مناخ حر سهولة الوصول نسبيا إلها بدون عوائق أمنية بدون قيود فكان هذا الجمع بهذا المناخ العام مهم جدا أيضا الشمولية بمعنى أن إحنا دائما يعني نشترك في مؤتمرات يأما بيكون فيه موضوع معين اللي بينكب الجميع لبحثه يعني بشكل معمق وعادة بيكون على حساب يعني قضايا أخرى بمعنى أنه التجزيء في القضايا اللي هي زي ما شفنا كلها مرتبطة ببعض وتؤثر على بعض فإذن الشمولية في الطرح اللي شملت جوانب فكرية جوانب سياسية جوانب حركية على الأرض يعني الفاعلين على الأرض التوجهات الفكرية المختلفة سواء توجهات يعني وطنية أو توجهات إسلامية أو توجهات يسرية إلى آخره في مناخ ما فيش فيه يعني هذا التحذب أو التأذم اللي عادة بيتحول إلى مهاطرات إذا شاركت بعض الطيارات مثلا المخالفة في الرأي للطيار المهيمن أو الطيار اللي هو داعي للحدث بحد ذاته النوطة الثالثة هي أنه ما نوقش صدر مكتوب وهذا مهم جدا لأنه كثير بنشارك في المؤتمرات وأنه المواضيع بتنتهي مع انتهاء المؤتمر وأنه يبذل جهد فيه أن يترجم هذا كتابة هذا أثر يبقى بعد انتهاء الحدث وانتهاء المؤتمر بالنسبة للمراحل اللي تم فيها المشروع كانت طبعا بتتدرج اللي زي ما شفنا أنه بتغطي كافة الجوانب اللي يعني حدثت بأثر أصله يعني سواء على المستوى الفعلية السياسية أو على مستوى التشكلات فيما يتعلق بالهوية أو التغيرات اللي حدثت على زي ما بيطلق عليه جميل لهلال حقل السياسي الفلسطيني يعني اللي أثرت على منظمة التحرير الفلسطينية أو على الأحزاب السياسية الفلسطينية أو على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني أو على الحركات الجماهيرية الفلسطينية بالإضافة أيضا إلى التغيرات التي نقشناها اليوم فيما يتعلق بالنظام أو التغيرات الاقتصادية كما أيضا وكبت قبل ذلك التغيرات على تكون النخبة الفلسطينية فإذن كان فيه تدرج في تناول المواضيع المختلفة اللي كما أشرت أنه غطت كثير من الجوانب اللي أدت إلى تغيرات عميقة في المجتمع أو في الوجود السياسي والاجتماعي والاقتصادي الفلسطين أنا هركز الحقيقة أكثر على الجزء الأخير اللي هو إيش ممكن نستخلص من هذا وإيش ممكن بالنسبة المستقبل النقطة الأولى اللي هي بنطلق منها إنه في التشخيص خليني أقول بدي أركز على التشخيص كيف أنا لقاطت خيوط مختلفة ومن هذا التشخيص شو الإمكانية للانطلاق يعني لاحقا النقطة الأولى هي إن النكبة مستمرة نكبة فلسطين لم تنتهي بعد في الـ 48 ولكن هي ما زالت مستمرة والدليل ما يحدث في القدس الدليل الحصار على غزة الدليل التجمعات المستهدفة بالاقتلاع في مناطق سي والدليل هي التوسع السرطاني في المستوطنات النكبة مستمرة بنفس الأليات التي حدثت بها نكبة فلسطين في 48 النقطة الثانية أني أصله أيضا عملية أحدثت تغييرات جذرية في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية وما زالت وإذن أصله ليست حدث ممكن إسقاطه بإسقاط اتفاقيات أصله لأنه التغييرات عميقة جدا والتي قد تؤدي إذا لم ننتبه في الوقت الحساس هذا إلى ما يؤدي إلى احتراب داخلي لأنه كان فيه دفع من خلال استخدام أليات أو ميكانزمات أصله للدفع باحتراب داخلي فلسطيني سواء في الانقسام ما أصبح يطلق عليه انقسام في غزة في 2007 أو ما يحدث من ضغوط مستمرة وتسليح يعني مصادر غريبة في بعض في المخيمات الفلسطينية فإذن نكبة مستمرة أصله مستمرة ولكن في أيضا النقطة التالثة هي أن المشروع المعادي لنا هو بالرغم من أنه له عناصر قوة هائلة ولكن بدأ في الانحدار العكسي بمعنى أنه ما يحدث في داخل المجتمع الإسرائيلي مهم جدا مهم جدا لتآكل السورة التي عملت وسعت إسرائيل طويلا لرسمها أمام العالم اللي هي كما جاءت في كتابات المؤسسين الصهيونية الأولى نية بوابة البوابة لصد الهمجية الشرقية وأنها هي جزء من عالم أوروبا الغربية وهي لدرء المخاطر المشرقية الهمجية الغير حضرية عن أوروبا هذه الصورة تتهشم تتهشم نتيجة التحولات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي وأيضا نتيجة الضغوط الخارجية عليها من خارج المجتمع الإسرائيلي وبالتحديد من أشكال مقاومة عديدة ومتنوعة كان فاعل فيها بالأساس الطرف الفلسطيني أشكال المقاومة هذه أخذت عدة أشكال الوضع في الأكاديمية الغربية حاليا غير ما كان قبل عشرين سنة لدينا في أهم الجامعات الغربية كرسي لمحمود دارويش كرسي دراسات فلسطينية هذا ينتشر ويؤثر بشكل كبير جدا على النخب التي ستحكم هذه الدول فيما بعد يؤثر أيضا سياسيا وطبعا أنه نقابات وأحزاب يعني خلينا بس ناخد يعني تصريح لهذا الصحب الصهيوني اللي أنا ما بحبوش فيلمة اللي بيشوف إنه إسرائيل ستواجه مستقبلا شباب الحزب الديمقراطي في أمريكا اللي هو غير ما كان في السبق فإذن يوجد تأثيرات سياسية مهمة أيضا يوجد تأثيرات حقوقية حقية مهمة جدا اللي تعبيرها هو التقرير الأخير للرابورتر للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تبنت الإطار ستلر كولونيال يعني فريم لوصف إسرائيل وإنه تركوكم من منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما يحدث في فلسطين هو مشروع استيطان استعماري اقتلاعي ضد شعب ضد أمة هذا تغير مهم جدا لأن كل البزنس اللي واكب أصله في عند يعني يعني تبنيها غربيا ومحليا هذا معناته سقط بما أن كل الحركات الاجتماعية الفلسطينية بما فيها طبعا المرأة إنه بدنا حقوق إنسان وبدنا مواثيق دولية وبدنا كذا بتيجي أهم شخصية فيما يتعلق بهذه التقارير التي تقول لا يعني أتر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا تصلح لا لتوصيف الحالة الفلسطينية ولا لمعالجة الوضع الفلسطيني فإذن هذه تغيرات مهمة جدا بالإمكان أن نبني عليها إذن ما أقترح هنا بأنه لدينا رأس مال متعدد في مجالات متعددة بدأت تنتج كتابات مهمة حتى في الداخل الإسرائيلي أصبح هناك كتابات تتبنى الإطار النظري اللي يتطرق إلى إعادة كتابة التاريخ سواء مثلا ما حدث في 48 من مجازر كل نظريات بني موريس أن هذا المجازر صارت ككولاترال دامج لا أنه هلأ فيه كتابات تقول ما كانش كولاترال دامج كانت سياسة مومنهجة وكان هدفها بناء هذا المشروع الاستيطاني في أرض فلسطين فإذن بناء على هذه المقومات واللي ظهر منها في أوراق مختلفة في الحلقات الأربع اللي قام بيها هذا الجامع اللي قدمت رؤى على المستوى المايكرو رؤى يعني جزئية سواء على مستوى الرؤية للاقتصاد وكذا صحيح كان فيها كثير من الندب وهذا بس بردو كان فيه كثير من بوارق الأمل اللي بنستطيع أن نبني عليها مستقبل ما أطرحه إذن هو بناء على استقراء التجارب الجزئية التي قدمت في الحلقات الأربعة أن نصعد إلى مستوى الماكرو نصعد لمستوى الماكرو بمعنى أن يتم تقديم أو بلورد بالاستناد على هذه الأوراق والمداخلات نماذج مقاومة نماذج مقاومة على كافة المستويات نماذج للمقاومة على المستوى السياسي على المستوى الثقافي وبالمناسبة أنا شعرت أن المؤتمر الجوانب الفنية والثقافية غابت مع أني هي سحة مهمة جدا وللأسف الشديد الطيار الإسلامي المهيم سياسيا في الداخل الفلسطيني حاليا لم يوليها بعد الأهمية الكافية سواء على مستوى الإنتاج السينمائي أو الغنائي أو الموسيقي أو المسرحي أو الرقص الشعبي أو غير أشكال الرقص المختلفة بتذكر مثلا فرقة ريفر دانس الإرلندية وقدش ساهمت في النضال الإرلندي في تحقيق حق تقرير المصير لإرلندا فإذن تقديم هذه النماذج بالاستناد على هذه الأوراق الجزئية التي تأخذ عناصر القوة في الوجود الفلسطيني في كافة المجالات في الشتات مثلا في الشتات عنا رأس مال مهم جدا في أمريكا الجنوبية بيقدر يكون داعم في كثير من المجالات الرياضية الاقتصادية الأكاديمية إلى آخرية والشتات ليس بنفس القوة في كافة الأماكن هناك شتات في أوضاع مزرية كما هي الحال مثلا في الشتات الفلسطينية في مصر يوجد مخيمات فلسطينية في مصر طقتات على الزبالة على الزبالة فيش مدارس فيش تعليم مستوى فقر مرعب هذا لازم يعني تم الانتباه له لتمكين وتقوية هذه التجمعات في سوريا في لبنان من خلال التجمعات القوية الموجودة في أماكن أخرى أيضا فيما يتعلق بدعم الداخل والتركيز على النماذج التي نجحت يوجد كثير من النماذج التي نجحت تجربة الشيخ جراح مثلا في القدس يعني ما نركز كثير على الصور الكبيرة ناخد النماذج الصغيرة اللي هي نقدر نمني عليها ونعممها وندعمها ونرعاها على كافة المستويات كما أشرت على المستوى الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة